سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي شرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد أسعد الله أوقاتكم أحباب الأعزاء اليوم إن شاء الله سنطرقوا سحر النزيف سحر نزيف سحر نزيف هو ما يسميه الفقهاء يسميه الفقهاء بالاستحادة ويسميه الأطباء بالنزيف ويقول لنا ابنه كثير بأن هذه الاستحادة هي التي تستمر بالمرأة يستمر خروج الدم منها بعد أيام حيضتها المعتادة يعني وخطفت المدد يلا حيض يلا كيبقادك الدم يدوز سواء بالقليل أو بالكثير ويمكن يستمر شهور إذن هنا نمر السحر النزيف شنو هو سحر النزيف؟ شحل من المرأة كيجي هذا النزيف كيقول لها طبي برا عندك عندك النزيف ولكن احنا من جهة الفقه كنسميه الاستحادة وهذا السحر النزيف كيفاش كيتم أحبابي في الله؟ هاد النوع من السحر ما كيوقع إلا العيالتي إلا النساء وفيه كيقوم الساحر بصليط الجنية على المرأة اللي بغاوا يسحروا لها وكيكلفوا باش ينزل ذك النزيف يعني ذك الدم كيدخل الجن في جسد المرأة وكيجري في عرقها مع الدم حيث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا وصل الجن إلى هذا العرق المعروف في الرحيم من اللي كيوصل الجن إلى هذا العرق المعروف في الرحيم كيرق دور كده وحده وكيسيل الدم من هذا العرق كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته حمنة بنت جحش سولته حمنة بنت جحش عن الاستحادة قال لها صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من ركضة الشيطان وفي رواية أخرى إنما هو عرق وليست بالحيضة وعرفنا أحبابي بإله في الروايتين سواء لرواها البخاري أو لرواها الترمذي أن الاستحادة ركضة من الشيطان في عرق من العروق الموجودة في رحم المرأة إذن حتى لا أطل عليكم في فيديو قادم إن شاء الله نتطرق إلى العلاج بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته